الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نتسعين إن الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم وإن المغذوب عليهم ولا الضالتين آمين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهر إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما تغوها فألهمها فجورها وتقلاها قد أفلح من ذكاها وقد خاب من دساها كذب السمود بكواها إذن بعد أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها ودم دم عليهم ربهم إذا بهم فسواها ولا يخاف عقباها الله وسقياها الله أكبر سمع الله للمسيقين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم سلام عليكم متزاо الله الحر الله الحر الله الحر تعالى عن ذلك علوا كبيرا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشياء وحين تغلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر وعاقب الفطر وعاقب الفطر الصيام وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الذي أرسله رحمة لكافة الأنام ومحلدا للحلال ومحرما للحرام وموطيا للإسلام من فرض في نهار رمضان الصيام وسن في لياليه التراويح والقيام وعلى آله الكرام وصحبه الفخام أما بعد فيا أيها الناس اعلموا أصلح الله حالنا وحالكم ومعه لنا ومعه لكم أن يومنا هذا يوم عظيم شأنه عند الله عظيم حيث ختم به الشهر الكريم وافتتح به شهور حج بيته الحريم وجعله يوم عيد وزيلة وسرور وعظم فيه للعامل الأجور وهو يوم تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير فبادروا إلى فعل ما ممراته واخرجوا صدقة الفقر وجوبا وهي الصاع عن كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد كبير أو صغير يخرج الشخص عن نفسه وعن من تلزمه مؤونته بقعابة أو زوجية أو بق وتخرج من جل عيش ذلك البلد من قمح أو شعير أو سلط أو فرز أو دخل أو ذرة عن طيب النفس وانشراح صدر وذلك هو الأدب ويندب التكبير من حين الخروج للصلاة إلى أن يعتي الإمام أو يقوم بالصلاة ونحضر الله أكبر الله أكبر ومن جاء من طريق فليأجه من طريق أخرى فذلك أخر للأجر وقدر الصعي أربعة أمداد لمده عليه الصلاة والسلام ومن لم يقف على قدر مده على قدر مد النبي صلى الله عليه وسلم فليأخذ أربعة حفنات بحفلة الرجل المتوسط ليست بالمبسطة ولا بالمقبضة فذلك هو الصاع ووقت إخراجها من كل علفين إلى أولوب الشمس ويطاها الفقير ولا تسقط بمضي زمنها في حق المسر وتسقط في حق المسر ويسأل إظهار الزينة بالطيب والثياب ولو لمن لم يخرج ولا يترك زهد وتقشفها مع القدرة عليه والمشي إلى المصلى نده متفق منده متفق عليه والركوب غير مكره لأنه زينة وهذا يومها وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلون وطرا وينبغي ترك المصلى مكشوفا لأبناء لا بناء فيه وإن الله بزكاة الفطر وعنه صلى الله عليه وسلم أن الله يطلع في العيدين إلى الأرض فأبرزوا من المنازل تلحقكم الرحمة ولا بأس بخروج النساء يشدنا الخير وكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى المصلى العواتق والأبكار والحيضة وبوات الخضور ما هنالك من الخيرات وهم معتزلات ويندبوا إخراج الصدقة في مثل هذا اليوم وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لتجارتها ولا قراء شات محرقا وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بالشق تمرة ولو كلمة طيبة وقال عليه الصلاة والسلام كل من في كل سل صدقته حتى يخصل بين الناس وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واتقوا الله وعلموا أنكم مناقصوا وبشر المؤمنين واذكروا الله كثيرا وقال جل من خائل فذكرني أذكركم اللهم صلي على سيدنا محمد وسلم اللهم صلي على سيد المولين والآخرين اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى أهاله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكرا للمشاهدة